كتيرا متى بدأت سامية طهر تقول من هنا بدأت العمل الخيري أو ابتديت في العمل الخيري أو حسيت بوجودي في الشارع المصري امتى بدأ عملك في الشارع المصري انا شغلي اساسا في الشارع المصري لان اساس شغلي ان احنا بنلف البيوت وبننزل الشارع وبننزل مع الناس والمشاريع التنموية للشباب والمشاريع بتاعت المرأة ومشاريع الصغرى والمتوسطة كل ديت بتخليني أحتكب الناس أنزلت انتخابات قبل كده 2005 وأنا سامح حضرتك برضو أنه أهالي إسكندرية بيطالبوا بيك أن تنزيل مرة تانية انتخابات مجلس النوات إن شاء الله حنزل السنة دي برضو قولي 2020 ليه شعبية كبيرة جدا عشان يحتكبك بالشارع فكل شغلي في الشارع مع الناس أول حاجة عملنا القوافل الطبية دي كان لسه محدش يعرف يعني قافلة طبية أول ناس عملنا قافلة طبية إحنا العملناها لأن العيادة الطبية المتنقلة اللي هي خدمات تنظيم الأسرة لأن إحنا عندنا أماكن ريفية الأماكن ريفية دي ما بتنينيوه صالهاش كلام ده بقله مثلا 20 سنة مثلا فالقوافل الطبية دي أول ناس إحنا عملناها كنا بناخد العربية كنا بنعمل بطاقات الرقم القومي مجانا للناس للقرى يعني بتبقى تبع المجلس القومي للمرأة العيادة المتنقلة دي كانت تبع المجلس القومي للسكان وطبعا واخد دورات تأهيل سياسي يعني واخد أربع دورات تأهيل سياسي أول سيدة اخدت دورات تأهيل سياسي على مستوى إسكندرية عملنا فصول محومية عملنا فصول محومية كتير في المناطق بتاعتنا كلها الحاجة اللي أجمل بقى إن إحنا بنعمل الزفاف الجامعية